حققت دخل السياحي في الأردن نمواً خلال شهر تموز الماضي حوالي 20% مقارنةً مع ذات الشهر من العام الماضي ليبلغ أكثر من 550 مليون دينار أما خلال السبعة شهور الأولى من هذا العام فقد أظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 50% بتسجيله أكثر من 3 مليارات دينار كعوائدة مدفوعاً بارتفاع عدد السياح إلى الأردن والذي وصل إلى 3 ملايين و 720 ألف سائح في الشهور السبعة الأخيرة من هذا العام وقد سجلت الفتراء على نسبة بين زوار المملكة